جبهة جديدة مشتعلة في تعز الجبهة مسرحها عزرة الحيمة التابعات لمديرية التعزية إلى الشمال من مدينة تعز السائد في هذه الجبهة منذ نحو إسبوع هو الهجوم المكثف من جانب ميليشيا الحوثي الانقلابية على قرى العزرة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة بما فيها مدافع الدبابات والهاونات وقد ازدادت كثافة هذا القصف خلال اليومين الماضيين ما دفع بسكان القرى إلى النزوح إلى المناطق المجاورة وبحسب المصادر الميدانية فقد شهدت قرى دار الجلال وأكم السفلة وشقب والشعب والشجور والدانة نزوح أكثر من 250 أسرة باتجاه القاعدة والزواقر والجعاش بسبب تركز القصف العنيف على هذه القرى إلى جانب ما تتعرض له من حصار من قبل الميليشيا المتمركزة في الجبال المحيطة بها فيما تواصل الميليشيا تعزيز حضورها في هذه المنطقة بعشرات المقاتلين القصف بحسب هذه المصادر تسبب في استشهاد خمسة مدنيين وجرح 13 معظمهم من النساء والأطفال كما تسبب في تدمير الوحدة الصحية في المنطقة ومدرسة عقبة وتسبب أيضا في إلحاق أضرار بالغة بنحو 17 منزلا إلى جانب تدمير ثلاثة منازل بالديناميت التطور الأبرز خلال الساعة الماضية هي الضربات الجوية التي وجهها طيران التحالف على مناطق تركز الإنقلابيين في منطقة شعفل والعكد والحيمة السفلة ما ألحق أضرارا مباشرة بهذه المواقع التي تنفذ الميليشيا منها قصفها العنيف على قرى المنطقة أعمال القمع والإيذاء تتواصل في هذه المنطقة عبر قيام الميليشيا باختطاف الأهالي حيث بلغ عدد المختطفين حتى الآن 19 مدنيا يأتي ذلك فيما تتزايد معاناة السكان النازحين من منازلهم في قرى الحيمة في غياب أي دعم أو مبادرات لإيوائهم ما يضيف أعباء جديدة ومآس جديدة إلى المآس التي تعرضت وتتعرض لها تعز في ظل تأجيل خيار الحسم العسكري المستحق منذ سنوات ترجمة نانسي قنقر